يسعدنا النهاردة أن نلتقي بالأستاذ عبد الرحمن فاهمي والفنانة رجاء حسين أستاذ عبد الرحمن لو قلتلك أهم أحداث سنة 82 وإحنا في آخر يوم النهاردة سنة 82 في رأيك كل شكرا وانت طيبين وانت طيب لو كلمنا عن أحداث الرياضية طبعا سنة 82 الرياضة فوز وهزيمة باستمرار وأعتقد أن احنا سنة 82 انهزمنا في بطولة الناشئين لكأس العالم للناشئين من غينيا كنا فائزين هنا واحد صفر وبعدين هناك اتهزمنا فخرجنا من البطولة وكنا احنا أبطال أفريقيا في هذه المسابقة ولكن الحقيقة عوضنا ناديها الأهلي والمؤولين وفازوا هما الاثنين لأول مرة في تاريخ مصر بكأس بطولة أندية أفريقيا لأبطال الكؤوس فاز بيها نادي المؤولين وبطولة أفريقيا لأندية أبطال الدوري وفاز بيها النادي الأهلي وجمعت مصر بين البطولتين ودي لم تحدث في تاريخ البطولتين إلا مرة واحدة عملتها الكاميرون وهي يعني شارة طيبة إن شاء الله لانطلاقها جديدة والحمد لله انتهت 89 بالانتصار يجوز إن احنا يعني في البداية ما نجحناش ولكن الحمد لله كان مسك الختام في 82 كان ختمها سعيد جدا 3 ديسمبر 82 يوم مشهود في استاد القاهرة حق المؤولين في الكاس وأهدوه لسيادة الرئيس في الاستاد 12 ديسمبر النادي الأهلي عمل إعجاز عظيم بأن ينتزع الكاس من أفريقيا في مدينة كوماسي عاصمة أشانتي ويهدي إلى مصر في نفس اليوم إحنا النهاردة قبل ما نلتقي بفريق النادي الأهلي بيسعدنا إن إحنا نلتقي ببطل أبطال كؤوس أفريقيا مع الفريق اللي جاب أحلى أهداف وجاب أحلى كاس لمصر مع فريق المؤولين حنبدأ دلوقتي لو نتعرف بالاسم سعيد الشيشيني محمد يونس محمد عمر مصر محمد علي رجاء حسين المؤولين العرب جمال سالم ممثل نبيل إبراهيم مجدو مصطفى صلاح مصطفى إداري الفريق يسري عبدالغاني مساعد مدر حصنا بالأمان في الماتش اللي هو كان هناك لوك سبنا فيه 2-0 ده طمنا قوي 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 يعني وحصينا يعني إن رجعين وركاز في إداري ودينا وديك هيا دي الأمان يعني فيها محسينة بيها يعني وكان طفي من ربنا يعني أنا عايزة أسمع منك كلمتين طبعاً أنتي نهاردة من ورانا فأسمع منك كلمتين لفريق المؤولين يعني أنا بشكركم نيابة عن الشعب كله ومرسي قوي أنتو طويلتوا رقابتنا بالشكل ده وأرجو أنتو كده باستمرار مع العلم بأن أنا أهلاوية جداً شكراً شكراً